هي مبدعة مغامرة وعندها شجاعة رهيبة تقطها جميلة جدا ودايما عندها أمل وبترسم الأمل واللي بتسامع على وجوه الناس وتعرفوا إيه اسمها كمان أمل أمل أمين فنانة وسيريل أنتربرنر بيزنس وومن وفنانة فنانة عايزين نقول تشكيلية وأيضا مهندسة ديكار خبيرة في مجال الموضة قدرت يعني من الناس الندرة جدا اللي قدرت تقرب شغفها لعملها أو تخلي عملها هو شغفها أو العكس أهلا وسهلا بيكي أمل أمين سعيدة جدا بحضرك معنا في برنامج هوا الأيام أنا أسعد والله يا سميرة شكرا يا حبيب تعالي المقدمة اللطيفة والجميلة اللي نابع من روح جميلة ما تروحش تسلمي الحقيقة علشان دايما أنا في برنامج هوا الأيام أمل بحب أتكلم عن الكواليس لأن الكواليس هي الحقيقة الحقيقة أنا تعرفت عليكي من يومين كنا بحضر فاشن شو وبقعت في حبك من كلامك طريقة أدائك طريقة أسلوبك كمان مع الآخرين اكتشفت امرأة شغوفة عندها حب استطلاع وامرأة كمان يعني بتتغزة بلقاءتها مع الآخرين وحبت غير العالم بتأثيرها بالطاقة الإيجابية على الآخرين حبيت قوي واكتشفت إنك فنانة تشكيلية مصممة ديكار مهندسة ديكار بتحبي تبرزي الآخرين وتصلطي الأضواء على الناس اللي هي يعني مبدعة أنت نفسك مبدعة في حياتك بتحبي الجمال وبتحبي كمان ترسم الجمال في كل حاجة وكل مكان بتروحي فقلت لأ أنت رايحة فين يا أمل لازم تيجي برنامج ها والأيام علشان الناس تتعرف عليك لأن هنا بنحب نلهم الناس وهي دي يمكن هو ده دورك في الحياة مش كده فعلا هذا هي رسالتي في الحياة هذه رسالة كمية في الحياة لأني دائما أقول أنا ممتنة لرب العالمين إن الله عطاني أهل يدعموني ووفر لي بلد أمنة وجميلة مثل قطر فيها أهم المدارس والجامعات العالمية اللي ما خلتني أحتاجني أنا أتغرب كبنت خاصة كبنت خليجية عربية من الوطن العربي تعلمين صعب علينا شوي خاصة أنا يعني مش من جيل التسعينات أنا من جيل السبعينات بسم الله عليك أحلى جيل ده أحلى جيل لاحق على القديم وعلى الجديد فكان كثير يمكن المنتلتي حق الأهالي في ذاك الوقت أن يخلونا نسافر ونتغرب فالحمد لله في هذا كل وقت كان قطر فونديشن بس متأسس في قطر وفي مجموعة كبيرة من الجامعات المهمة واحدة منهم اللي هي Virginia Commonwealth University School of Design and Arts فأنا كنت من أوائل الدفعات اللهم لك الحمد وأنا من يوم كنت صغيرة كنت أتمنى أني أكون أرتست أو ديزاينر أي شيء يخص بالفن؟ أي شيء لها علاقة بالفن؟ فتخصصت كأنتيرير ديزاينر ولكن الفاشن كان شغفي بس جلت يمكن الانتيرير will bring me money when I do big project and then from this big project I will start my fashion concept ولا fashion boutique لأنك أنت فيهمت نفسك من طفولتك يعني الطفولة بالنسبة لك كانت مهمة لأنك كان عندك إدراك غير طبيعي تكلمت عن كاتر فونديشن وطبعا أنت دايما بتقولي أن الشيخة موزة هي من السيدات لألهمتك كتير معلومة دي أنك فتاة قطرية ألهمت مش بس نساء القطريات صحيح العالم ما كنتش قلت أنك من أصول قطرية طبعا بس المعلومة دي مهمة جدا لأن في زهن بعض الناس المرأة القطرية حياتها سهلة ما عندهاش تحديات في الآخر بس أنت سنقتي نفسك بنفسك عموما هذا هذا الستوريو تايب الخاطئ اللي هو شائع بالعالم ولكن الحياة عموما مش سهلة الحياة صعبة علي وعليت وعلى غيرت على الغني وعلى الفقير وعلى الكل إذا ما كان عندك النالج علشان تتحدين الصعوبات والتعثرات اللي أنت تواجهينها بحياتك اليومية والمعارك اللي تخضينها بشكل يومي ما راح تقدرين تستمرين صحيح وإنت أحلامك كانت كبيرة منذ الطفولة صحيح زي ما قلت لنا اكتشفت أنك بتحب الفاشن بتحبي اللايفستايل بتحبي الجمال وفي نفس الوقت قلت لأ لازم أعمل بزنس علشان أقدر أدعم صحيح الشغف ده من الطفولة أيضا تعلمتي أشياء كتير وإحنا بنتكلم كنت بتقوليلي فهمت مفهوم الطاقة الإنرجي والكارمة والواحد ما بيبقى كريم مع الآخرين الحياة بتبقى كريمة ياريت تحكيلي إزاي طفلة ممكن تفهم الأشياء دي وتمشي عليها بعد كده وتأسس حياتها على المفاهيم دي شوفي هي الطفولة شي مهم هي اللي تأسس تأسسش أنت لقدامه ففي مواقف ممكن تصير اللهم لك الحمد أن الله أعطاني الإدراك أني أنا أستوقف نفسي لحبتها وأتعلم من أي موقف كما كان صغير أو كبير فأحد المواقف لما كنت بالابتدائي كان في عندنا بنت من أصول باكستانية نحن نسميهم البلوش عندنا في قطر فهي كان صديقة مقربة لدي صار معها موقف ما دفعوا الأجار تأخروا في الأجار فكان الأجار يمكن مبلغ عالي في ذاك الوقت أنا نتكلم عن تسلينات أنت اكتشفت لأنني مش شايفاء في المدرسة في الصف معاك أيوة أسبوع ما جات المدرسة عملت تحريات أيوة حاولتني أن أتصل فيها يعني العائلة بالبيت تعرفين يعني إحنا صغار كان ممنوع التليفون وشأتي تتصلني تليفون حق صديقتي ما عندنا هاي الكنام فأتذكر رحت حق المشورة اجتماعية الله يذكرها بالخيل كانت من عائلة عندنا في قطر من بيت عبيدان رحت حق المشورة اجتماعية هذه وطلبت من هنا تتصل في صديقتي عشان أتطمن عليها صار لها أسبوع ما جات المدرسة فلما عملت صالاتنا عرفنا أن هي ما تقدر تجي لأن عليهم أجارات متراكم وصاحب البيت يطلعهم من الأجار فبالنسبة لي أنا كانت هذه مصيبة كانت هاي أكبر مصيبة تطيح على راسي في ذاك الوقت يعني كيف أنا أقدر أساعد صديقتي المبلغ كان كبير تقريبا 3000 ريال كان عندك 8 سنين فحاولت لما بشتى الطرق فما قدرت حتى أهلي قلوا لي إحنا بنساعد 200-300-500 ريال بس مش المبلغ كله لا تخلي الناس يقصون عليك يستغلونك ساعدي بالقليل أنت قلت لها هي صديقتي وأنا عرفها صديقتي وأنا لازم أقف معا وأنا متأكدة أن هي ما تستغلني فجدها الله خير أبلاي بيدان ساعدتنا مبلغ بسيط وأهلي أعطوني 500 ولميت من عملت قمعي يعني عملنا قمعي المهم سديت المبلغ هذا وصحبتك رقعت المجرس وديتها لها البيت أبداً أني أنا ألمه في 24 ساعة طبعاً فبعدها بفترة جعلنا إيد الأضحى تعرفين أنت يا إيد الأضحى يعطونا عيادي وإحنا نستنى العيدين إيد الفطر والأضحى لنجمع العيادي فأهلي ودنع بيت بيت من الثاني اللي هم العيلة المالكة عندنا نعيد عليهم فأمهم الكبيرة شافتني أشبه حفيدتهم فحبتني كثير خذتني من إيدي ودتني لبيت ابنها اللي أنا أشبه بنتها فلما طلع فقال لها تشبه بنتي كثير قلت له هذه بنت كذا 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 فهو من بد الأطفال كلهم كان يعطيهم العيادي على تقريبا 500 ريال أنا الوحيدة أعطاني 5000 ريال 5000 ريال في ذاك الوقت كانت ثروة فوقتها استوعبتني أنا لأني ساعت صديقتي بالمدرسة بالثرت الله أرسلي حد أعطاني هذا المبلغ الكبير ومشيتي على المنهج ومشيتي على هاي المبدأ ومع الحياة ومع يعني تارفين مع العشرة ومع الإكسبرينس ومع السفر ومع نشتعرفين على ثقافات وناس كثير أشكال والوان من شتى بلدان العالم تكتشفين أن احنا في الأخير خلقنا لبعض احنا خلقنا عشان نساند بعض مو العكس مو عشان نهار ببعض احنا خلقنا تسابورت ايجادر الله ما حط حد في طريق حد عبث انت اليوم وجدت من يومين في طريقي لرسالة وإحنا اليوم هنا مع بعض نتكلم عن وعلشان تلهمي حياتنا الناس اللي بتسمعنا كنت بقدمك كسيريال انترابرنر يعني بتحب كتير البزنس في نفس الوقت عشان البزنس نهار بيسمح لك انك تعيش في العالم اللي انت بتحب تعيش فيه تدعمي الإبداع تدعمي الفن تدعمي كمان الجمال انت فنانة تشكيلية انا شفتلك لوحات مش فنانة تشكيلية لا بترسمي والناس بتطلب منك يعني أعمالك الفن ده انا عرفت ان والدتك كانت من أول الفنانات التشكيلية في قطر ثمانينات نعم نوجلها تحية حسنا بنحية لا وبعدين احنا عايزين نعزمها اول ما تيجي باريس واسم الله عليها شفت صورها يعني تقنن انا من صورة لكينت اشوفها 24 ساعة ترسم بها اللوحات الزيتية وكتنتظر بس انها تروح تعمل القيلولة اتنام ساعتين اروح ألعب من وراها بالفرشة على لوحتها متى كانت تكتشف ان فيه لمسات غير لمساتها بالمعرض لما تتسلط الأضواء على لوحة تقولوا هذي مش لمساتي هذي حد لعب لي في اللوحة طبعا عرفت طبعا عرفت طبعا عرفت بس من صغري بحيثني انا اعمل ضربات ما تبين فمثل ما قلتي انا نولتي بيت فن كلها لوحات ومرسام وقالري وكتروح معها الدوام وشوفت تدرس البنات الويل باينتينغ ولما كبرت سقلت هذه الهواية طبعا بالفي سي يو كان فيه اكثر من كلاس ناخدة اللي هو سواء كان بالشاركل او بالرصاص او بالاكريلك الفن جميل وفي روح كل حد فينا فيه ناس فنانين يتدوقون الفن فيه ناس فنانين يصنعون الفن فانا اتمنى يكون عندي وقت علشان ارسم لان ما قلت منك لوحات وما تقدريش انت والله للأسف تعمليها لان ما عندكش وقت اللي ما عندكش وقت ليه بس منترس انت في الكوفيد لما صار البلاكت سويت لوحات قيامة كثير كثير سويت هتكلمين عن قصة الكوفيد لانك انت عندي كم شركة من نهاردة ومجالات كتير على الاتصالات التصميم الداخلي الفن شاركتي كمان بمعارض بمتاحف المتحف الاسلامي الفن الاسلامي في قطر هذا كان في 2006 ايام من الاجين جيم عملنا معرض اسلامي نعم نعرف فيه الوفود الاجانب عن الديانات الاسلامية بس اصد من كده انك بتدخلي في مجالات مختلفة كتير لها علاقة بالدزاين والارت والهوية البصرية ايضا للشركات بتقدمي خدمات بتشتغلي على مجالات كتير قوي بتصنعي بارفان بتصنعي مجوهرات موضة ايضا وافتتحت كمان وافتتحت كمان فوك كوفي ليتلي من ست شهور واو مبروك وازاي بتقدري توفقي وقتك لكل الاشياء دي خاصة انه حواليك ناس ناس كتير انت كمان وكأنك يعني اختهم الكبيرة او يعني انت بتهتمي بناس كتير فكلميني شوية عن حياتك ازاي بتوظفي وقتك شوفي هو اهم شي يكون عندك اثنين time management وgood team the right team في كل في كل project خلي نقول يوم نحجون عندنا عندنا الفاشن ادي two department store اللهم لك الحمد I have a very good team they are professional they're doing everything I'm on top of them بتجبي مركات عالمية نعم that's why I'm in Paris for the couture fashion week دائمان I hand the niche brands something new something وبتخليهم يكونوا موجودين يكونوا موجودين والyoung designers I always look for young designers لان هذا بعد support كبير للدزاينر الصغير لما تشتريم منه وعموما بالنسبة حق النيش young designers اللي اختارهم انا كوم مثل coach معاهم I do it because I want them to succeed فلما سوي خطوة 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 فلما سوي بالباينج I include myself بالباينج اجرب اللبس I experience it اشوف اشوف الfinishing اشوف بعد الغسيل وكل الملاحظات استيفان رولان اكيد I am brand ambassador استيفان رولان كوتور فاعطيهم كل الملاحظات واعطيهم كل الهيليش عشان يطورون من نفسهم لاننا عارف ان هذا هذا مستقبلهم فلازم ينبني بالطريقة الصحة فحاول ساعة كثرة ما اقدر انت بتلاقي نفسك ازاي بالقصة دي يعني كأنك كوتش للمبدعين انت نفسك مبدعة لان انا متأتي بالعطاء فكل ما اعطى الرضا عندي يزيد بتتغذي اتغذى فيه في نفس الوقت انا اكتشفت عندك حبك للتحديات تحبيش الحياة مليئة بالتحديات ليه بقى لان ما في شي يجيش بالساهل كل طعام ما في شي يجيش بالساهل كل طعام حتى الفلوس اذا جاتش بالساهل سواء كانت ورثة بتروح ليه بتزهقي يعني عايزة كده لا ما لها قيمة الشي اللي ما تتعبين عليه ما يصير لها قيمة احنا اليوم في زمن صعب كثير لازم يكون عندنا قيمة لكل شي حوالينا حتى الفلوس هذي لازم يكون لها قيمة بس انت مدركة انه الواحد اللي يشوفك كده امرأة جميلة لابسة اخر موضة اهم برندات يعني صعب اوي انه يتخيل الكلام ده كله يعني العمق ده كله في عالم تاني بتفكري بابعد من كده في تناقضات كمان لو اقدر اسمح لنفسي يعني اهمل اقولك حرة بس في نفس الوقت ملتزمة جدا مغامرة بس في نفس الوقت بتشتغلي كويس على اي مشروع لان رجلي على الارض انا صحيح مغامرة ولكن انا مش عايشة في مجرة اخرى نعيش على الواقع تناقضات بتخليهم يبقوا نوع من الايكليبغ يعني التوازن احكيلي ازاي بتعرفي تقومي بالعملية دي عشان نتعلم من أرجى أقول لي شو هي فطرتي والله يعني شيء من الله يمكن فطرتي يمكن التجارب اللي عشتها هي أسقلت شخصيتي لين وصلت لين ما أنا عليه اليوم شيء ما أقدر أوصفها لك أو أحطها لك في جملة ولكن أنا اليوم فعلا أنا إنسانة واقعية رجلي على الأرض صلبة أنا ما قاعدة أحلم في شيء ما رح يصير لازم نكون واقعين لازم ندرس السوق لازم نشوف الوضع العام في أشياء وايد غصباً عننا وخارج إرادتنا تتحكم فينا الأوضاع السياسية تتحكم فينا تتحكم في الإقصاد ولا ما تتحكم في الإقصاد الكثافة السكانية في أي بلد تتحكم في الإقصاد ولا لا في عوامل مهمة كثيرة لازم نحطها بعين الاعتبار وفي نفس الوقت بتتعلمي من أي حاجة بتحصل تكلمنا عن كوفيد من شوية قلت لي رسمت كتير في كوفيد كوفيد كمان خليتك تكتشفي يمكن صعوبة كنت عارفة أنه عالم البزنس صعب ولكن هنا كان آسي أوي كان فيه تحديات أكبر دان وإحنا لين اليوم we did not recover from كوفيد عملت إيه في كوفيد؟ تعلمت إيه من الفترة دي؟ أول شيء أول ما صار كوفيد وانحبسنا مثل ما نقول لفترة معينة كنت أقول إنه يمكنها بيجات من الرب عشان الواحد يعني يهدى يفكر يرتب حياته من أول وجديد شوي شوي بديت أطلع الطاقة اللي فيني في الرسمات لأنني انحرمت من الرسم لفترة طويلة سبت السفر والإنشالات والضغوطات والمسؤوليات اللي عندي فرسمت رسمت رسمت كثير لين بعدين شوي مليت لأنا كل يوم نفس الروتين لمدة تقريباً أربع خمس أسابيع كل يوم نفس الروتين قلت لأ لازم أسوي شيء وأنا واحدة واركهوليك ما أقدر ما أشتغل فطلعت فكرة عطر سول اللي طلعتها هذا التركيبة كنت أنا سويها لنفسي شيء خاص فيني فكنت كل ما أسافر كل الناس تسألني أنت إيش حاطة فكنت أخجل لأني أقول أن هذا شيء أنا سويته بعض الناس تصدق بعض الناس تفكرني أنا ما بأقول اسم العطر عشان ما أبغي حد مثلاً يستخدم نفس عطري فقلت إتتتا تايم أني أنا أبتدي أبلش البرفان فعملت كوردينيشن إيميلات رايحة إيميلات جاية مع غراس وغيرها وسوينا أول عطر أنا هنا في تحت السوشال ميديا أنا كنت برايفت أنا ما كنت أطلع بالسوشال ميديا لما شفت كوفيد استمر ست شهور وأنا ست شهور أدفع رواتب وأدفع إجارات وبيع ما فيه وزواجات كانت مقتصرة على الأهالي لمدة عشرين شخص بس يعني عشرين شخص بكل بيت فالناس صارت تلبس شيء من عندها بالبيت وإذا بتشتري شيء تشتري شيء يكون سعره ما يتعدل خمسمية ثمانمية يورو فلنفترض أنا في الأخير أم أهل في بيت واحد قلت لا أنا اليوم لازم أسوق حد نفسي لأن مين بيسكر لي فواتيري إذا استمر هذا الوضع لمدة أكثر بيصير فيه دمار وانتفات حبيوت يعني كمان أكيد هما أنا أقول أنا ما عندي مثلا عشرين ثلاثين أربعين موظف أنا أقول عندي أربعين عيلة في رقبتي كل واحد فيهم مسؤول عن عيلة يعيل عيلة فطبعا قرارني أنا فنش كان هذا آخر شيء قرارني أتكلم مع أصحاب العقارات عشان نزلوا لنا في الأجار هذا كان برياريتي بالنسبة لي كنت أسوي تقريبا كل يوم في منهم اللي استجاب في منهم اللي طبعا لا فبالأخير التكاليف والمصاريف تابتة وانت ما عندك إنكم فشفتي كيف أحس إن اللي سويت عشرين سنة قاعد يروح قدام عيني فقيت لازم أنشوف حل فتحت السوشال ميديا ده تحدي يخليكي برضو أكيد تحدي بدون مهرج حق أي حد تحتنا السوشال ميديا وصرت تسوي بروموشن عندي سواء كان على البرفان أو كنت أخلي مديرة البوتيك ترسلي بضاعة من البوتيك أصورها عندي أصورها مع شوية بلوغرز أصلا شوية بلوغرز يعني بدأ شوي تسوي دعات بالسوشال ميديا والله وسوينا لخدمة الديليفري توصيل المنازل مع الخياطة تروح يعني سيرفيس وكذا طبعا إحنا ماخدين كل احتياطاتنا كماسكات وغلافز وغيرة وغيرة فشوي شوي شوي بدت تتحرك الدنيا وكأن هذا العطر جا في وقت جدا مهم واسمه اسمه كتير مهم من روحي لأرواح أخرى يعني كل شيء يطلع من القلب يوصل لقلوب الناس نجاح العطر ده خلاكي عايزة تمشي في المشوار ده أكتر أعمق مية بالمية والتحدي كبير تعرفين ليش لأنه صعب لما تسوي منتج يكون واصل لقلوب الناس وعاجبهم كثير وتجينا طلع منتج بعده يكون أقل منه والعطر جميل جدا التحدي كبير على فكرة ثابت جدا حلو قوي ومرسي جدا على العطر حميل مرسي كمان لحضورك تعلمتي إيه من الفترة الزمنية دي غير إنك إنتي التحديات ممكن تبقى شيء إيجابي إيه اللي تعلمتيه مؤخرا ممكن يفيد الناس يعني هل عندك رسالة للناس اللي بتسمعنا النهاردة رسالة أمل يا أمل شوفي يعني رسالتي لكل الناس إنه ما فيه شيء مستحيل كل إنسان يقدر يسوي إيه اللي يبيه مجرد إنه هو يحدد أهدافه ويعرف شونه يبيه بالضبط لأنه فيه كثير ناس ضايعة تقولوا عندي فلوس بس ما عارش أسوي قبل يسوي بيزنس بس ما عارش أسوي تحديث الأداء مقاوي على فكرة قبل كده قلتلي أنا سعيدة قررت إن أكون سعيدة مع أو من غير فلوس أكيد الفلوس ما لا يدخل بالسعادة سعادة قرار أنا أكل خبزة وجبنة وسعيدة مش لازم أكل ستيك ولا في فاين داينيج عشان أكون سعيدة أنا بسريري أكل خبزة وجبنة وأشوف مسلسل أحبة أنا في قمة سعادة بس أهم شيء الذهن يكون صافي سعادة قرار سعادة قرار رسالة أمل شكراً جزيلاً لك شكراً يا حبيبتي سانييرا استمتعت معك كثير دا أول لقاء إن شاء الله يكون فيه لقاءات أخرى وأنا مستنية الولدة على فكرة أكيد رح أجيبها وعد أكيد مرسي شكراً يا حبيبتي وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة شكراً للضيوف شكراً لكل مستمعي منتكر للدولية شكراً للتيم الرهيب إشراك كورونا ومازن خليل زي ما أنتو عارفين موعد نهاية جدد بكرة وبعده كل يوم مرسي مرسي بكو أعطي مرسي مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو ودايماً وصادك وتألن علي وطلعاً علي ورشاد الجمال شكتني صحابي وولد صحابك عشان اختفائي مغاكر دماغي شكتني صحابي وولد صحابك